موسيقى السلام عليكم هذه الحلقة هي اول حلقة من فقرة واش فراسك الفقراء اللي سنتعرفوا فيها على الكثير من المعلومات على وبركاته الله موسيقى موسيقى ما فراسك باللي العدد للعظام المال الان نفسه الان بني كان عندك صغير لماذا ؟ لانísان يتزادي حتى زاد المال الان و لكن مع الوقت بعض من ذلك العظام تنتيج و التلاحموا في مبيناتهم حتى تنتيجها طرحة مل أبدا موسيقى 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 داروا واحد لبحت وقالوا بأنه الإنسان العادي كيتم الشاحيته كاملة لمسافة اللي قدر يدير إلي قطع العالم كامل منضروبه خمسات المرات ونود دير صاكف كتفك أرى عندك خمسات المرات الشري ما فيها بس ضيئة وحدة اللي استكشف العالم وش فراسك باللي مختارع الكرسي المتحرك هو الطبيب أسنان تقدر تقول لي ياهو الطبيب أسنان أجابوا الكرسي المتحرك ما عنده الشخصص في الإعاقة الحركية بعيدة عن الكرسي المتحرك هنا تنبغي نقول لك بأنه رهما جات بالاختصاص ولكن جات بأنك إلي عندك واحد الفكرة باقي تنفع بها البشرية فلا قدر المستحيل باش أنك توصل لهذه الحاجة واحدة معلومة غريبة لأنا متأكدة بأنه أغلبية فيكم ما غاديش تكون في رأسه واللي هي كتقول بأنه اختراع الإشارات كان قبل من اختراع السيارات وش فراسك باللي أول واحد تكتب رواية في التاريخ كانت مرة وهذه المرة هذي هي بانية الأصل وكانت معروفة باسم موراساكس شيكيبو والرواية كتحمل اسم جينجي هذي الرواية هذي بالنسبة للناس اللي مهتمين بمطالعة دي الروايات كتوفر في الانتغنيت بصيغة بي دي اف بالعربية ومجانة من الفوق تقدروا تبحثوا عليها ولغا تلقاها واحنا صغار والاحتدابة الضروري ما تكون دست علينا وحدة من بين قصص مجموعة ألف ليلة وليلة ولكن واش كنعرفوا لي هذي المعلومات اولا اول نسخة دي المجموعة ألف ليلة وليلة ظهرت خلال الحرب عالمية الاولى فقنا بلاد في بلاد فارس وقد كتجمع مئتين وستين حكاية هذي الحكاية هذي كانوا متنوعين بحيث انه كانوا حكايات من طورات الفارسي كانوا حكايات من طورات العربي واحتمان طورات الهندي هذي المجموعة هذي ما عندهاش مؤلف ما كنعرفوش لحد الان هذي معلومة اللي غنتعرفو عليها دابا لما كنتوش فيتسامعينها من قبل فاره ضروري الى سوتكم فين كين اكبر عدد دي المسلمين يعني في ان الدولة كين فاره غتجاوبوني بشي دولة عربية يعني اول حاجة غطح لكم في بالكم هي دولة عربية في حين انه لا الدولة اللي فيها اكبر تمركز دي المسلمين هي اندونيسيا واللي هي ماشي عربية بحيث انه 87% من عدد السكان ديالها هما مسلمين يلا سهولتكم معاو تاني علشنا هي الدولة اللي كتحصل الصدارة او اللي كتحصل للمرتبة الاولى في تصدار ديال الاروز الرز فاره غتجاولي الهند علش لانه حنا عدنا ديك اللي كنظرة ديانه الهند راهية اللي كتصدار روز بزاف ما عارفت علش عدنا هذي بحين انه لا الهند راهية تانية وكتجي من قبل منها تايلاند وش فراسك باللي غابات الامازون المطيرة كتتكلف بوحدها بانتاج 20% من اكسجين الارض وباقي النسب كتجمع من العالم كامل ولكن اكبر نسبة كتاخذها غابات الامازون المطيرة يعني هي اللي كتنتج اكتر الاكسجين هتشالك منك يوقع شي حارق لعالم كامل كيتضافر باش انه وطفدك للحارق لانه غابات الامازون مهمة بزاف وش فراسك باللي العاب الولمبية هي مشيش حالة جديدة وانما بدات في عام 776 قبل الميلاد ولذكر الالعاب الولمبية كنشكره سيسوفيا البقائي لعداء ديانه اللي جاب ميدالية ذهبية في الولمبية توكيو لهذا العام كنشكرك بزاف انك منحتي المغرب ميدالية بعد ما تتحربنا من 2004 على ذكر النجاح نتمنى نكون نجحت في انني وصل اليكم هاد المعلومات بشكل جيد وتكونوا اديتوا معاكم من هاد الفيديو ولو معلومة واحدة الى اعجبكم هاد المحتوى هذا ما تنساوش تضغطو على زر الاشتراك باش يوصلكم اي جديد ان شاء الله في قادم الايام والضغطو على زر الاعجاب وتباطجوا مع الناس اللي كتعرفو باش انه محتوى ما يستفدون هاد المحتوى هذا وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة